بعد أربعة أيام من الانعقاد اختتم مجلس النواب جلساته للدورة غير الاعتيادية التي عقدت في سيئون ورفع جلساته إلى ما بعد عيد الفطر فما الذي قام به البرلمان خلال هذه الجلسات؟ أهم ما خرجت به هذه الدورة هو انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس واعتبار المجلس الموالد للانقلابيين في صنع فاقدا للشرعية بل إضافة إلى إقرار موازنة عام 2019 التي قدمها رئيس الحكومة للمجلس وذلك بعد أن أبدى النواب ملاحظاتهم عليها المجلس أيضا دعا السعودية لاستثناء عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين العاملين في المملكة من القرارات التي تهدد مصيرهم وفيما يخص الانقلابيين أحال المجلس مشروع قرار تقدمت به الحكومة بتجريم ميليشي الحوثي وتصنيفها جماعة إرهابية إلى لجنة خاصة لدراسته وعرضه في دورة البرلمان القادمة ويعد مراقبون هذه الخطوة متأخرة بعد أربع سنوات من قلاب الحوثيين وتجريفهم مؤسسات الدولة سواء لدى المؤيدين أو المعارضين أحدثت خطوة عودة البرلمان زخما محليا ودوليا كبيرا خلال الأيام الماضية مواقف دولية وإقليمية باركت هذه الخطوة واعتبرتها تقدما نوعيا في طريق تعزيز مؤسسات الدولة فيما اعتبرها آخرون استمرارا لمسلسل هيمنة الرياض على ما تبقى من مؤسسات الشرعية وتطويعها لصالح أهدافها وبين التفاؤل والتخوف تظل الكلمة الفصل للنواب ممثل الشعب والكتل السياسية التي ينتمون إليها اختتام الدورة الحالية بعد أربعة أيام فقط رغم الانقطاع الطويل وتراكم الملفات على طاولة البرلمان أثار استغراب الكثيرين لا سيماو أن البرلمان تجاهل تقويض المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات للحياة السياسية في العاصمة المؤقتة عدن بما فيها انعقاد المجلس ذاته وهذا ما يفسر أن البرلمان يعيش ظروفا معقدة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية على ما سواها من حسابات ماذا قال البرلمان وماذا تجاهل؟ سؤال أصبح الشعب أكثر اهتماما به مع عودة الزخم للحياة السياسية فهل تكتمل هذه الخطوة بسحب بساط السياسة اليمنية من الرياضي وأبوظابي ويعادتها إلى داخل الأراضي اليمنية؟